موسيقى تمزح انت تعمالك تمزح موسيقى أعتقد لا توجد هناك أي علاقة بين انخفاض مستويات التدين أو انخفاض مستويات الإيمان وانتشار حرية العقيدة أعتقد بأن هذه الفكرة تم تكريسها تاريخياً لأسباب سياسية أو لغرض الاستعمال السياسي لدين الأنظمة السلطوية والديكتاتورية بتخاف أن حرية المعتقد وحرية الدين يتأدي لمساحة أكبر من حرية التعبير وحرية الرأي والحريات السياسية وبالتالي في علاقة ما بين الحد من الحريات الدينية والحد من الديمقراطية وحرية التعبير السياسي موسيقى موسيقى أعتقد بأن ربما السؤال يجب أن يصاغ يمكن أن يصاغ بطريقة مختلفة ما حكم المرتد أو الردة في الفقه الإسلامي وليس في الإسلام أعتقد بأنه يجب أن نفرق بين ما يقول الإسلام وما تقوله المنظومة الفقهية منظومة الفقهية مجموعة قراءات في القرآن ماذا يقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ما قلش إن الذين آمنوا ثم كفروا فاقتلوهم إحنا إذا فكرنا إنه الإنسان لا يملك الحرية طب فكرة الحساب والعقاب والجنة والنار والخطأ والصواب بالعكس أنا بشوف إنه كل الدين رح يتحطم لما إحنا ننزع منه عصب الحرية أعتقد بأنه التفسير واضح جدا أن الاعتراف أو عمليات الاعتراف بحرية العقيدة في أغلب الدول العربية الإسلامية تخضع للحسابات السياسية وهذا مشكل في حد ذاته بمعنى الارتباط بينما هو سياسي وبينما هو ديني هو في حد ذاته عائق أمام تطوير مفهوم وممارسات حرية العقيدة مما يعيدنا في آخر الأمر إلى مسألة العلمانية حرية الاعتقاد هو موضوع مدني وبالتالي المجتمع لما يكون مجتمع ناضج ومجتمع متقدم سيحدد حقوق الناس والمواطنين وحقوق الديني يجب أن نعطي للمجتمع المدني وأن يأخذ المجتمع المدني المبادرة الأديب، الفنان، المبدع، الكاتب، المثقف أن يأخذ المبادرة ويطور الفكر المدني، القانوني، الاجتماعي ليساعد الفكر الديني في النهاية أن يقدم أو أن يسهم في إيجاد حلول لهذه المشاكل ليست فقط مسؤولية رجل الدين أن يتحدث عن حرية الإيمان وحرية الاعتقاد وحرية الكلمة هي مسؤولية المجتمع برمته أعتقد رمضاً لك أن حرية القدرة على تغيير الدين تبقى نقطة الارتكاز والجزء الأهم بين الحريات الدينية هي أم الحريات هي أم الحريات يمكن أن نضروف الدين ممكن نحكي دين ترجمة نانسي قنقر